وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى رسالة سامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف يوم غد الثالث من مايو 2016 وجاء في الرسالة السامية ما يلي يسرنا أن نتقدم بالتهنئة إلى الصحفيين والإعلامين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة مجددين تقديرنا لرسالتهم السامية واحترامنا لحقوقهم في التعبير الحر عن الرأي كمبدأ راسخ منذ انطلاق مشوعنا الإصلاحي في ظل التعددية السياسية والفكرية والثقافية وسيادة القانون وبمزيد من الفخر والاعتزاز تشارك مملكة البحرين الأسرة الصحفية الدولية احتفالها هذا العام تحت شعار الوصول إلى المعلومات والحريات الأساسية هذا من حق مجددين دعمنا لحرية الصحافة والإعلام باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المصونة ومن أهم ركائز تجربتنا الدموقراطية الحيوية ومسيرتنا المتواصلة على لهج الإصلاح والتنمية المستدامة ولقد كنا حريصين منذ تدشين ميثاق العمل الوطني وإجراء التعديلات الدستورية بتوافق شعبي منقطع نظير على ترسيخ مبادئ الشفافية وتهيئة الأجواء التشريعية أمام ممارسة الصحافة الحرة والتعددية وواجباتها الوطنية والقومية بأمان واستقلالية ونزاهة وصدق وموضوعية وبلا أي حدود سوى مراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين وثوابته الدينية والحضارية وأداب المهنة وأخلاقياتها ونحن على ثقة في متابعة إعلامنا الوطني بجميع قنواته لمسيرته التطويرية من حيث الانتشار والتنوع وقوة التأثير في الرأي العام وحرية استقاء الأفكار والأنباء وتلقيها وبثها بمسؤولية استنادا إلى كوادر وطنية كفؤة ومبدعة من الجنسين وتجربة دموقراطية راسخة وضمانات دستورية وتشريعية تكفل حرية التعبير والحصول على المعلومات وبنية تحتية حديثة عززت الريادة البحرينية في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامات الانترنت وشبكات الإعلام الاجتماعي وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة لا يفوتنا أن نشيد بجهود جمعية الصحفين البحرينية وكافة منسوبيها في تطوير العمل الصحفي بما يعكس ما تتمتع به مملكة البحرين من حرية مسؤولة مشيدين بحرس أبنائنا الصحفيين على تدشين مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل شفافية ومهنية وتقديرا لتلك الجهود فقد وجهنا ديوان الخدمة المدنية بالاهتمام بكادر للإعلاميين يتناسب مع دورهم الوطني وطبيعة عملهم في مختلف مواقعهم الوطنية ووزارة الإسكان بالتعاون مع جمعية الصحفين البحرينية والجهات المعنية بالاستراع بخدمات الإسكان للصحفيين بما يضمن لهم الحياة الكريمة في الوقت الذي استطعنا بفضل الله ثم بتعاون شعبنا الوفي ووعيه وإخلاصه مواصلة تجربتنا الديمقراطية الرائدة بإرادتنا الوطنية الحرة في ظل دولة القانون والمؤسسات وتمكننا من بناء المجتمع المعرفي وتكريس نهج المساءلة والشفافية في الحياة العامة فإننا نتذكر التاريخ العريق لصحافتنا الوطنية وإسهامات الرواد الأوائل في تطوير الحركة الإعلامية والثقافية والفكرية وتجدد تقديرنا لأصحاب الأقلام الحرة والكلمة النزيهة الموضوعية وكل إعلامي يضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق أي اعتبارات سياسية أو طائفية أو فأوية ضيقة متمانيا للجميع مواصلة خطا لجاح والتميز في إطار التمسك بالمهنية العالية والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية واحترام حقوق الملكية الفكرية وودا نؤكد في هذا الإطار على قضيتين أساسيتين أولهما أن مملكة البحرين تعتز بتوفر الإطار التشريعي الضامن لحرية إصدار الصحف والمطبوعات والتداولها وأمن وسلامة الصحفيين وحصولهم على المعلومات وحماية سرية مصادرهم وحضر إهانتهم أو التعدي عليهم كما نفخر بأن بلادنا لم تشهد سجن أي صحفي أو إغلاق أي مؤسسة صحفية بسبب ممارسة الحق الدستوري في التعبير عن الرأي لأنهم أحد أعمدتنا في بناء البحرين الأمر الثاني في رسالتنا هو دعوة وسائل الإعلام والاتصال الإقليمية والدولية وفي ضل التحديات الأمنية الرهنة إلى الاجتماع على كلمة سوى ووحدة الصف الإنساني في التقيد بالمبادئ الأخلاقية والمهنية في تحر المزداقية والأمانة والموضوعية ونشر قيم السلام والتسامح والوسطية ونبذي روح التعصب والتطرف والغلو والعداوة والامتناع عن نش الشائعات أو التحريض على الفرقة أو الكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية وتضافر الجهود الدولية في وقف بث القنوات الموسية أو المثيرة للفتنة والعداوة أو المحرضة على العنف والإرهاب وختاما وفي هذا اليوم العالمي نجدد عزمنا على تعزيز حرية التعبير والمعلوماتية في إطار من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني مما ينعكس على ممارسة وسائل الصحافة والإعلام مهامها في بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر تقدما وتفعيل دورها كمحرك أساسي لعجلة الإصلاح الدموقراطي والتنمية المستدامة وشريك فاعل في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وإبراز مكانته الرائدة كواحة تاريخية للتسامح والتعايش بين جميع الأديان والثقافات والحضرات دعينا الجميع وبمناسبة احتفال الأسرة الصحفية الدولية هذا العام تحت شعار الوصول إلى المعلومات والحريات الأساسية هذا من حقك إلى فتح جميع الأبواب أمام الصحفيين والإعلاميين والتواصل معهم باعتبارهم شركاء رئيسيين في بناء هذا الوطن بما يساهم في رفعة البحرين ونهوضها وفقنا الله جميعا وسدد خطانا لما فيه خير وصالح مملكة البحرين وشعبها وحفظ أمنها واستقرارها وموصلة مسيرتها التنموية والديمقراطية والحضارية شكرا